رفض واحتجاج لسلبة النور وسط العتمة المفتعلة هذا هو الحال بعد أن تسلط الحوثي على الكهرباء واستمر في انتهاكاته ضد أي نافذة ضوء تضيء للمواطنين لياليهم قاتمة السواد وقفة احتجاجية نظمها المواطنون احتجاجا على إغلاق محطة كهرباء بيت معياد وفصل التيار على حي سكني بأكمله في صنعاء في الوقت الذي حرمتهم من الكهرباء العمومية وباتت تتجر فيها بطريقة بشعة لا تراعي ظروف واحتياجات الناس المواطنون رفضوا الذرائع الواهية التي تحجج بها الحوثيون وطالبوا برحيل مشرف الميليشياء في الكهرباء وفريق الميليشياء الإعلامي من المكان وفق مصادر محلية فقد طفح بهم الكيل من تمويه الأسباب الحقيقية للفساد والنهب الحاصل في صنعاء وباقي المناطق التي تسيطر عليها الجماعة ذرائع الحوثي أربعون مليون ريال إتاوات غير قانونية فرضتها على المحطة بالإضافة إلى منع القائمين على المحطة تزويد المواطنين بالكهرباء أثناء فترة الظهيرة الهدف وفق مراقبين سحب المشتركين من المحطات الخاصة والاستحواذ على الكهرباء التجارية بعد أن دمرت مؤسسات الكهرباء الحكومية وحرمت المواطنين من الخدمة منذ دخولها صنعاء بقوة السلاح حملات الابتزاز الحوثية ممنهجة فترة بالإغلاق والخطف أو الإحالة دون مسوغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية وأخرى بفرض إتاوات ومبالغ مالية مهولة إجراءات تعصفية ضربت عددا من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية غير عابئة بمآلات ذلك على حياة المواطنين الذين يتجرعون ويلات سياستها منذ دخولها المدن بقوة السلاح وتدمير مؤسسات الدولة وتحويلها إلى إقطاعيات لقيادتها